لعلك شهدت هذا المبنى كثيرا هذه الأيام بعد انتشار واسع في الأوساط الإعلامية المرئية وفي صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها ولكن ما هو وماذا يعني؟ عرف هذا المبنى باسمه الأصلي كاتدرائية القديسة صوفيا في إسطنبول وكلمة صوفيا باليونانية تعني الحكمة والمعرفة بنيت الكاتدرائية في خمسة أعوام فقط في القرن الميلادي السادس لذا يعدها البعض الأعجوبة العالمية الثامنة لما لها من تصميم معماري بديع في مقابل سنوات قليلة من البناء شيدت على أن قاض معابد مسيحية احترقت في القرنين الرابع والخامس في زمن الإمبراطورية البيزنطية فأصبحت رمزا لجبروتهم جرى فيها مراسم تتويج الأباطرة وأهم مجتماعاتهم قبل أن تصبح كنيسة لجميع الأورتوذوكس في العالم استولى عليها الكاتوليك الرومانيون ستين عاما في القرن الثالث عشر في العام 1453 للميلاد فتح المسلمون القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الفاتح الذي اشترى الكاتدرائية آياصوفيا بحر ماله وأمر أن تحول إلى مسجد وسماه المسجد الكبير آياصوفيا وبقيت رمزا وعلامة للمسلمين يعبر عن فتح قسطنطينية ظلت مسجدا تقام فيه شعائر الله قرابة خمسمائة عام إلى أن سقطت الخلافة العثمانية وتولى كمال أتاتورك قيادة الدولة التركية الذي سعى لإسقاط كثير من الرموز الإسلامية كان من بين ذلك المسجد الكبير آياصوفيا وحوله إلى متحف بمرسوم رئاسي عام 1934 بعد سعي تركي حثيث وضغط شعبي كان بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردغان الذي وعد عام 1994 بذلك أعلنت المحكمة الإدارية التركية تحول متحف آياصوفيا إلى مسجد بعد 86 عاما أقيمت الجمعة لأول مرة في حشد شعبي كبير من المصلين كان من بينهم الرئيس التركي ولأن السيف له رمزية الامتلاك في العصور كلها وقف خطيب مسجد آياصوفيا متكئا عليه على منبره في إشارة منه وهو رئيس الشؤون الدينية إلى رمزية هذا المنبر ومن جانب آخر جدل واسع حط بظلاله على عدة شعوب في المنطقة بين مؤيد للقرار ومعارض مخالف وليس غريبا أن يضايق إعادة إحياء المسجد الكبير الأوساط المسيحية ومقاربها ولكن الغريب أن تجد مسلما يتضايق من إعادة افتتاح مسجد له أصالة ودلالة على الفوتحات الإسلامية وإن فكرت هينه فإن معالم الغرابة ترفع وملامح الاستغراب تذهب بعيدا حين تعلم أن هذه الأوساط لها علاقة وطيدة بدرهم الإمارات وريالات السعودية التي لم تفتآ من السعي الحثيث لإسقاط أي مشروع يمثل الإسلام في المنطقة فالمقاومة الفلسطينية إرهاب عندهم ودار الإفتاء الليبية دواعش وخوارج نهيك عن المعابد الهندسية والبوذية التي تقام بأعلى التكاليف والحفلات الراقصة والبار الإسلامي زعموا في بلاد الحرمين الشريفين ولك أن تترك ذلك كله وتقف أمام صرح صفقة القرن التي لم يدخر مالا إلا وحلبوه لتطبيق هذا المشروع الصهيوني في المنطقة في وجه أي مشروع إسلامي ترجمة نانسي قنقر